حملة حكومية لتنظيف أحياء وشوارع عدن بدأت في الرابع من الشهر الجاري واتت الحملة وفق صندوق النظافة والتحسين تنفيذا لتوجهات رئيس الوزراء معين عبد الملك بهدف إظهار المدينة بصورة تليق بها كعاصمة مؤقتة بعد أن شهدت تراكم للنفايات والمخلفات في جميع أنحائها منذ انقلاب ميليشيا الانتقال في العاشر من أغصص الماضي تتزامن حملة النظافة مع عملية مماثلة لمواجهة الأضرار الناتجة عن الأمطار وقد شدد رئيس الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود لتصريف مياه الأمطار وشفط المياه الراكدة حرصا على حماية المواطنين من الأمراض وانتشار الأوبئة والتلوث الحملات الخدمية تأتي في إطار تطبيع الأوضاع العامة في عدن كالتزام من الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض وكان معين عبد الملك قد صرح في الثاني عشر من الشهر الماضي لوكالة سبوتنك بأن الحكومة بدأت بتنفيذ ما يخصها من اتفاق الرياض حيث تسعى إلى تطبيق حزمة إجراءات عاجلة مرتبطة بتوفير الخدمات للمواطنين وبسط الأمن ودفع الرواتب والسعاب القوى الأمنية والعسكرية ضمن بنية الدولة يبدو أن الحكومة تتحرك في عدن بشكل محدود وحذر حتى في دائرة توفير الخدمات والمشتقات النفطية في ظل سيطرة الأمنية والعسكرية للمجلس الانتقالي وقد أثارت التحركات الحكومية انتقاد البعض من جانب أن اكتفاء الحكومة بإجراءات تطبيع الأوضاع الخدمية دون تطبيع الأوضاع الأمنية يصب في صالح الانتقال التابع للإمارات خصوصا مع عودة الانفلات الأمني والاغتيالات وهو ما يوسع من حالة التشكيك باتفاق الرياض برمته في ظل تحذيرات من الدور السعودي في عدن الذي قد يحصل الحكومة في إطار تأدية البرتوكولات الشكلية وقراءة الفاتحة اشتركوا في القناة